الثلاثاء الموافق 30-3-2021 طيب التجربة اليوم اللي هي التجربة الثانية يا جماعة في مختبر اللاب فرسيولوجي راح نتحدث فيها عن الكيموغراف أو خلينا نحكي عن المسل كونتراكشن الآن نحن بالنسبة لكم أو حتى نعرف كيف الأفكتب أو الأفشنسي للمسل كونتراكشن هل العضلات تتم انقباضها بشكل سليم هل إذا في إنسان يعاني من أي مشكلة في العضلات كيف منقيمها كيف منقيص كفاءة انقباض العضلة وبناء عليها منحدد أنه نورمل ولا أبنورمل الآن كفاءة الكنتراكشن للعضلات تتم عن طريق جهاز اسمه كيموغراف وأحياناً بيسموه مايوغرام يعني المايوغرام والكيموغراف شو الفريق بيناتهم الكيلو ميوغرام هو كجهاز الآن هذا الجهاز القراءات اللي بيكتبها أو بيينها على شاشة راح فرجيكم إياه الليست أو الشيت اللي بيطلع من هذا الكيموغرام نسميه مايوغرام فرجيكم إياه لسخلينا في البداية نتعرف على الكيموغراف الكيموغراف الآن هو اللي بيحكي لك هو عبارة عن جهاز بعطيني رسمة جرافيكال ديزاين بعطيك رسمة هاي الرسمة بتحدد الـ 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 سبيشيال هون المقصود فيها نبض العضلة أو انقباض العضلة بناء على الوقت هذا الجهاز بيكون في عالية درم يعني استوانة هاي الأسطوانة بتكون رابد with sheet شابكة مع paper sheet paper ورقة لفائف ورق بتسموها stylus move back and forth recording perceived change of phenomena بناء على حركة العضلات بيبلش يتم قراءة هاي القباض العضلة على sheet هذا على paper written levers are used to trace the recording from muscle contraction الآن اللي بيظهر معي في هاي القراءات على هاي البيبر هو بدل على muscle contraction هذا بالنسبة للكيموغراف هو جهاز بس بقيس في recording for muscle contraction هذا تعريفه طيب نيجي على المايغرام المايغرام contraction response to signal near الآن الانقباض العضلة اللي تم تم بواسطة single near يعني العضلات دائما حتى تنقبض بتحكم فيها الـ وإذا أخذتوا في الأناتومي بيصمو اللي هو somatic near الآن الـ نيرز هي اللي بتعطي أمر action potential حتى يتم فيها انقباض العضلة الـ action potential وصوله مسؤول عن إفراز الكالسيوم في العضلة وبالتالي بيأدي إلى muscle contraction هذا المسل contraction اللي بحدث على البيبر هاي اللي بترسمه في الكيموغراف بنسميه مايوغرام الآن المسل contraction الـ action potential is called twitch contraction الآن هاي عندي مصطلح جديد اسمه twitch contraction اللي هو انقباض العضلة لأول مرة أول انقباض وأول إشارة تعطى من الكيموغراف بنسميها twitch contraction طيب المايوغرام هو graph of muscle الآن الرسمة راح ترجي قيامه الرسم البياني اللي بيظهر على اللي بيحسبوا الكيموغراف أو بشير إليه الكيموغراف لانقباض العضلة لأول مرة منسمي twitch contraction هذا منسميه مايوغرام اللي هو graph بيكون رسم بياني بيبين فيه stress tension اللي هو انقباض العضلة with the time مقارنة مع الوقت طبعا المايوغرام هنا انقباض العضلات بيكون إليه choose several phases بيكون فيه إليه عدة مراحل وراح نقرأ هاي المراحل طيب خلينا نفرجيكم مثال عليها قبل ما نشرح المتبقية خلينا أقدم شوي لقدام حتى أفرجيكم عن إيش أنا بتكلم بتكلم عن هذا جمع هذا الجهاز مايوغراف هذا الكيموغراف الكيموغراف هذا بتم توصيله طبعا بتاخده فيه دورات خصوصا لطلاب العلاج الطبيعي أو الأشعة بياخده فيه دورات كيف بتم ربط هذا الجهاز بالعضلة وهنا بيظهر معانا الشيت شاشة هاي الديوايس بتظهر معايا contractility للعضلة هذا منسميه مايوغراف الوايبز هاي اللي بتظهر نتيجة قراءة الكيموغراف منسميها مايوغراف طبعا ويبز تظهر بهذا الشكل هذا الوايبز هذا الـ graphic design منسميه مايوغراف أما الجهاز اللي قاس هاي الانقباض العضلة منسميه كيموغراف هذا الفرق ما بين المايوغراف والكيموغراف طيب نكمل الآن في مصطلحات بخصوص اللاب المصل أو الكيموغراف لازم نتعرف عليها حتى بكرة تكون قادر على قراءة المايوغراف الخاص بالcontract ثلاثة العضلات في عندي اشي بسموه frequency of stimulus اللي هو او stimuli اللي هو مؤثر الدائم إذا كان مؤثر يعني الـ action potential على العضلة كان متكرر هذا بيؤدي الى دخول ايونات الكالسيوم طبعا هنا frequency of stimulus اللي الان بشكل عمل مقصود في هذا الكلام frequency of stimulus انه الـ action potential او النيرف بيأثر على العضلة الان كل ما زاد الـ action potential تأثيره على العضلة كل ما ادى الى دخول ايونات الكالسيوم وعملة القباض العضلة الكالسيوم بلعب دور كبير في القباض العضلة بشبك مع ما يسمى في التروبونين راح فرجكم اياه الان كل ما زادت حدة هذا الاستوميولاي ممكن انه العضلة ما ترجع للـ relax يعني افراز الكالسيوم نتيجة الاستوميولاي وبعدين ترجع العضلة للـ relax هذا في نهايتها الكالسيوم برجع مكانه في منطقة اسمها صاركو بلعزنك الـ reticulum جوة العضلة لكن نتيجة الـ frequency of 60 ميولاي ممكن ما يرجع كله فبالتالي يرجع في انقباض اخر هذا ما نسمي frequency of 60 ميولاي انه الـ action potential اعداده كبيره الكالسيوم ما في وقت حتى العضلة ترتاح ويرجع الكالسيوم مكانه الامر اللي بيأدي بسموها strong muscle contraction بيأدي الى power stroke and stroke muscle contraction بيعمل انقباض طويلة للعضلات هذا حسب المؤثر الان في عندي هنا مصطلح اسمه wave temporal او summation هاي الـ wave راح نقرأها حسب البيانة لفرجتكم يا ارسون البنية اكرق في كونسكتف ستميولاي اير ابلايد ديونك دا ريلاكسيشن بيكن يعني الـ wave summation اذا كانت العضلة في حال تراحة وجيت اثرت عليها بمؤثر بيظهر معاي muscle contraction بيسمي wave summation فارجيكم يا ايضا من القراءات اللي بيظهرها الميقرام عندي اشي اسمه انكمبليت تيتانوس انكمبليت تيتانوس المقصود في انفيوز تيتانوس occur when the frequency of some light increase الان لما ييجي المؤثر على العضلة وبلش يزداد ساكسوسو موسل كونتراكشن بيكن الان بعض العضلات اللي حاب احكي انه هذا الانكمبليت تيتانوس انه كان المؤثر مش قوي بكفاية حتى يعمل انقباضة العضلة الان قوة او تزاع الاكشن بوتنسيال على العضلة بالتدريج ادى في الاخر للهارت كونتراكشن يعني هون الانكمبليت تيتانوس انه المؤثر لما ايجي على العضلة ما عمل فيها كونتراكشن مرة واحدة كان بشكل متتابع يعني كيف يصموها متتابع او بشكل متقطع حتى في النهاية ادى الى الكونتراكشن فارجيكم كيف شو يعني معناته لان المصطلح الاخر الكمبليت تيتانوس هنا عكس الانكمبليت هنا هنا حصل التيتانوس او حصل كان الاستميولاي قوي بحيط انه عمل مرة واحدة عندي لارج مسل كونتراكشن هاي بالنسبة للمصطلحات اللي لازم نعرفها اذا نعرف شو معناه كيموغراف مايوغرام فريكونسي وستميولاي ويف سميشن انكمبليت تيتانوس كومبليت تيتانوس الان براح افرجكم اياها ايضا في مصطلحات اخرى عندي في في علم العضلات او قياس كفاهة العقد العضلات في عندي اشي اسمه مصتلون المصتلون مصتلون مصتلون الان اي ريلاكسيشن في العضلة بعد مايسيرها كونتراكشن لما ترجع العضل لحالة الريلاكس هاي منسميه مصتلون مصتلون اوكي 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 كنتم نواصل اكتر اوكي اوكي باي عضلة مهما كانت اوكي بيظل هناك لكنها بتكون بسيطة في حالة يعني العضلة ما بتكون في حالة بيكون في عندي شوية قائمة داخل العضلة المص الفتيق المص الفتيق عياء العضلة المقصود فيه الآن إذا العضلة وصلت لمرحلة بأنها نتيجة الإجهاد اللي عليها بطلت نصير فيها مص الفايبر ستب كونتراكش العضلة بطلت نقبض من سميها مص الفتيق ناتج عن إيش ناتج عن الان الانديكويت الماونت اوف اي تي بي الآن الطاقة طبعا المص عبارة عن قباض عضلات والأي تي بي بلعب دور كبير في انقباض العضلات فرجيكم كيف الآن عدم كفاية الأي تي بي نتيجة الضغط المتواصل على العضلة بيؤدي أن العضلة تبطل فيها وهذا بيسموه الفتيق أي أن العضلة ظلت في حالة خلينا نسميها انقباض دائم ما رجعت للريلاكس أو إنها ظلت في ريلاكس بطلت ترجع تنقبض الآن الآن اللي يكوف طبعا الأي تي بي بيكون ناتج عن الأكسجين خدتوا انتو الغلوكوز بوجود الأكسجين هو بعمل الأي تي بي فعدم انقباض العضلة هذا منسميه مص الفتيق الآن إذا الأكسجين مش كافي لوصل العضلة بلجأ الجسم إنه يستخدم الـ CO2 إذا استخدم الـ CO2 الغلوكوز بتحول مع سيتو إلى لاكتك أسد اللي هو الحامض اللبني هذا منسمي مص الفتيق نيجع على المص الفتيق كلمة مص الفتيق شو يعني مص الفتيق اللي هي مص الفاسكوليشن اللي هو أول انقباض في العضلة التوتشنج انفولف سمول مص الفتيق هو أول انقباض في العضلة البسيط هذا منسميه مص الفتيق رح نفرجكم طيب شو فيه كمان عندي مبنى شيئا هاي الآن اللي بلعب الدور في انقباض العضلات الجماعة الـ VITAMIN D VITAMIN B الكالسوم هاي كلها تلعب دور في انقباض وتغذية العضلات أوكي في حالة إذا صار عندي حالة كان كيلز مسل كنتراكتنج انتوش سبيشيلي انذا بادي لارش مص الآن إذا الدهيدريشن إذا وحد صار عنده جفاف هذا بأدي توماتيكلي إلى انقباض العضلات هاي كيسز ممكن تأدي إلى انقباض العضلات النيكوتين السيجاريت أيضا بأدي إلى المسل توتشينج في العضلات دائم بعمل يعني دائما المدخنين بتلاقي العضلات عندهم منقبضة بشكل مستمر أوكي أنا بدي أركز على اللي بدي هي الفترة اللي ببلش فيها العضلة تستقبل من النيرب وتبدأ في انقباض يعني بعدها ما انقبضت هي المرحلة الأولى في أنه العضلة تستقبل النيكوتنش وتبدأ تنقب طيب لما بنحكي مسل المقصود فيها هو الوقت هو الفترة اللي بيكون فيها العضلة بتستقبل الستميولس من النيرب الآن في عندي كلمة تيتاني شو معنك تيتاني تيتاني معناته ألام في العضلات مسكولر سبازم هاي سببها مولتي فنكشن اللي بسبب البراثيرويد البراثيرويد تلعى دور كبير في تخزين الكالسيوم في الجسم فإذا صار عندي أي مشكلة ديفشنسة في الكالسيوم نتيجة مشكلة في البراثيرويد هاي بتعمل عندي تيتاني تيتاني يعني ألم في العضلات مسكولر سبازم اللي هو العضلة بظلها دائما منقبضة في عندي أيضا مسكولر حاسمه refractory period it is a period of the time during which an organ or cell incapable of repeating in particular action اللي هو إنه إذا كان المسكولر أو الأورغن ما عنده قدرة إنه يعمل أكثر من action يعني يكون في حالة سكون الآن أو بسموها the amount of time it takes for an excitable أو الفترة اللي أنا بحتاج هالعضلة حتى تبلش تتيج وبتكون يعني باختصار الـ refractory period إنه إذا كان عندي أكثر من مؤثر على العضلة المؤثر الثاني بيظله ينتظر حتى المؤثر الأول يقوم في الـ contractility للعضلة وبعدين بيجي دوره اثنين مع بعض بيأثروا على العضلة في نفس الوقت لا هذا بسموه refractory period طيب يا جماعة خلينا نشوف إحنا شو المطلوب منها الآن تعرفنا بعض التعريفات في المصل refractory period muscle contraction latent period الحالات اللي ممكن تصيب العضلات زي dehydration النكوتين بتأثر عن انقباض العضلة تعرفنا شو معنى muscle twitching تعرفنا شو معنى muscle fatigue muscle tone complete titanus incomplete titanus wave summation تعرفنا عليهم كلهم طيب خلينا نيجي نشوف أمثلة كيف بوضحهم في الرسم البياني لهذه المصطلحات طلعوا هذا الكيموغراف حكينا هذا الميوغرام الرسمي طلعوا لهذه component of the mayogram لو اجينا على الرسمي هاي اسمها mayogram اتعرف عليها الآن في عندي اشي اسمه latent period latent period هذا اللي هو المرحلة هاي اللي حكينا عنها يا جماعة لما تبلش العضلة تستقبل المؤثر هذا من سميه latent period delay between stimulus and response هي الفترة اللي بيبلش فيها المؤثر يأثر على العضلة وتبلش العضلة تنقبض time zero الآن هذا الفترة هاي كامل شوفوا من zero لمية واربعين ميلي السكند هاي الفترة اللي بتخذها العضلة حتى تنقبض وترجع للريلاكس اول فترة فيها هاي اللي بيجي بيأثر عليها العضلة zero تقريبا هاي منسميها latent period الآن اللي بيجي لأن البعديها إذا كان المؤثر قوي وعمل الكونتراكشن في العضلة أدى إلى انقباضها هذا منسميها period of contraction أو منسميها contraction fields من التنت إلى حتى ما تنقبض العضلة الآن بعد ما تنقبض العضلة بيصير فيها tension ترجع العضلة للريلاكسيشن هذا من هاي الفترة من عند حوالي 30 إلى 140 ميلي السكند العضلة بتخذ فترة حتى ترجع للريلاكسيشن هذا كله بيظهر معنا بالكيموغراف على الميوغرام هذا الميوغرام الريفراكتوري بيرويد هاي الفترة كاملة من 0 إلى 140 طيب الجماعة طلعوا هنا هاي الكيموغراف كيف بيتم ربطه للبيشن وهنا بتظهر معنا الميوغرام للعضلات طبعا هاي بتخذه في دورات فيها هذا الرسم بنسمي الميوغرام وعرفنا إنه لو يجي المؤثر بيأثر عقلية بيبلش بعدين بعدين هاي الفترة كلها منسميها لآن حكينا لو نيجي نعرف هذا الإشارة يجينا احنا عملنا ركبنا الكيموغراف على العضلات بيظهر معاي هذا الويب هذا الويب منسميه مصلي تويتش سينجل مصلي تويتش وين ويف ويفز واحد موجة واحدة منسميها مصلي تويتش أو سينجل مصلي تويتش الآن هاي السينجل الآن السينجل مصلي فيبر كونتراك ذات أكر وين دا ستوميولاس آآ ثريشو كلها نسميها مصلي تويتش في هذا الشكل تظهر على المايوكرام طلعوا هنا لما يكون عندي سيفيرال آآ كومبارزن أوف ريليتف ديوريشن أوف تويتش ريسبنس أوف ذا تري مصلي أنا في عندي القباض العضلات الجماعة بيكون مختلف من عضل العضلة يعني مثلا عضلة الاكسترا أكولر مصل عضلات العين هيك الكنتراكشن فيها الجاسترو سينوماس اللي هي المعدة هيك انقباض العضلات فيها السوليوس اللي هو فنسمي باطن القدم هيك الانقباض فيها فال اللي نسمي التويتش مصل هذا اللي هو مصل التويتش بيختلف من عضل للعضل مش كل العضلات بتعطي نفس الميوغرام هذا اللي هو اللاتينت والمصل الريلاكسيشن أو المصل الكنتراكشن كل العضلة بتعطي قراءة مختلفة عن الثاني طبعا بيختلف في تركيب العضلة ونوحة ومكانها في عندي هذا اللي سميناه الجماعة انكمبليت تانس انه العضلة المؤثر اكثر من المؤثر كان ضعيف بلشوا يأثروا على العضلة حتى حقق في الاخير الكنتراكتليتي هذا منسميه انكمبليت تيتانوس لان الكنبليت تيتانوس انه كان المؤثر قوي بحيث انه العضلة انقبضت بشكل مستمر طلع الستوميولاي كان قوي وعمل كنتراكشن طويل وبعدين رجعت للعضلة للريلاكس هذا منسميه كومبليت تيتانوس انه العضلة انقبضت لكن اخذت فترة طويلة في الانقباض هنا لا هنا اكثر من المؤثر ظلوا يأثر على العضلة حتى في الاخر حقق لي الكنتراكتليتي للعضلة فرق بناتهم كومبليت نعم في عليهم اكزامبل مش فاهم في عليهم اكزامبل هدول اه هلأ فرجلكم الان بس بدي اياكم تعرفوا شوي عن الرسومات هاي يكون عندكم باكي جراوند هاي رسمي ثاني للعضلة بمكاننا نقل جهاز ويعطيني نفس الكنتراكتليتي هذا منسميه صمميشن كومبليت تيتانوس انكمبليت تيتانوس الفتيق اطلعوا كيف الانكمبليت تيتانوس بعطيني هذا الانكمبليت هذا الكمبليت تيتانوس انقبضت بشكل مستمر هذا الفتيق الفتيق انه الحضلة يبطلت عندها القدرة انه يصير فيها كونتراكشن ترجع للريلاكس هاي ايضا صورة اخرى للفتيق الان بعض المشاكل ممكن تواجه بعض الناس طبعا اللي هو المرض هذا المرض هذا نعم هلأ يقصدك انه المسل لما ما يكون فيها كونتراكشن هي نفسي لما يكون مصل سبازم نعم مصل سبازم لا المصل سبازم يا جماعة انه العضلة مقبضت وما رجعت ريلاكس المصل سبازم انه العضلة مجدودة وبدها ريلاكسيشن اما الفتيق لا العضلة ما عندها القدرة انها تنقبض انه صار فيها عياء طبعا في الحالة بنفذ الاتب صار في اي مرحلة في مرحلة سبازم نعم بنفذ الاتب وبدأ يتكون عندك اللاكتيك أسد الامر اللي بيأدي اللاكتيك أسد لشعور في الالم والحرق مكان الاسطاد نعم هذا السبازم ممتاز السؤال سبازم انه العضلة ظلت من قبضة فرغ منها الاتب نتيجة طول انقباضها لان ببلش تستخدم السي أوتو في الخلية وتحول للم نعم بتلاقي انه صار ألم شديد وحرق في مكان الاسطاد هذا السبازم اما الفتيق لا العضلة بطلت تنقبض نهائيا صار فيها ضمور اوكي هاي في عنا مرض لا سمح الله واحد انصاب فيه نوع من انواع البكتيريا بالسبب هذا المرض انه بتظل العضلات دائما منقبضة هذا بسمو ديزيز تيتانوس بسمو كلستريديوم تيتاني الان هذا المصاب دائما عضلاته في انقباض هذا بسموه ديزيز تيتانوس ناتج نوع من انواع البكتيريا طيب يا جماعة الان هاي الرسمة بتوضح كل اللي شرحنا هذا الاول كونتراكشن للعضلة سمينا تويتش لتويتش في المرحلة الأولة اللي هو بداية من على العضلة بعدها انقبضت العضلة بعدها ترجع الريلاكس هذا كله منسمي مصر الويتش الان الصميش الصميش ان العضلة تعرضت لأكثر من مؤثر قوي اللي ما خلاها ترجع للريلاكس يعني هاي انقبضت رد اجي كمان مرة خلاها تنقبض رد اجي كمان مؤثر ما خلاها مباشرة يكون فيها اي ريلاكس اوكي الصميش مجموعة من الاخش كان ضعيف بحيث انه عمل بعدها رجع بعدها رد اجي المؤثر اللي بعدي هذا منسمي اكثر من مؤثر رجع الخلية حتى في النهاية حقق الالكونتراكتل الكمبيت سواء لا كان المؤثر قوي اثر على العضلة بحيث عمل فيها فترة طويلة هذا منسمي كومبيت تيتانوس طبعا هذا كله بالميلي السكند هذا منسمي مايوغرام والجهاز اللي فاسه اسمه كيموغراف الان طلعوا يا جماعة في عندي الريبورت هذا المطلوب منكم تعرفوا الكيموغراف المايوغرام كستعينوا باللي موجود رسم لي المسل ديورين وان ستوميولوس ان شو ذا بيريو تايب رسم لي هاي المسل كونتراكشن اللي راح تفهمو يفهمتوا من هون شو كمان عرف المسل تويتش مسل صميشن ان كومبليت تيتانوس كومبليت تيتانوس مسل فتيق لاتن بيريو تيتاني ريفراكتوري بيريو اف دموص هذا الريبورت موجود عندكم الان بدأ نظهر لكم فيديو بشرح لكم اللي شرحته انا بطريقة بسيطة باربع دقائق خلينا ادرجوكم اياه خلينا اشيل هذا اللي نزلته اشغل لكم بالفيديو لحظة شوي بالله طيب يا جماعة خليني انا افرجيكم الفيديو ظهرت الشاشة ولا لا يا جماعة اه ظهرت دكتور ظهرت طيب هذا الفيديو اربع دقائق خليكم معي احضروه لنهايته اوكي ابدأ الشغله اه دكتور بلش ما في صوت ما في صوت ايه ايش فهم ما في صوت لا لا ما في صوت ما في صوت اه نعم انا افصل الفيديو يعني افصل الميوت من عندي وانت مشغل الفيديو ما كان في صوت لا صوتك ولا صوت الفيديو والله طيب شو المشكلة ماشي 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 دكتور بلش لحظة شوي بله خلينا اتأكد من شغله جوز انا من عندي السماعات مش واضح لا السماعات شغالة طيب اوكي احلا شايفين الفيديو مشيك واضح دكتور يا الله خمبل اشترك الاحول افهمو بدون اشترك 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة